المنطقة الأمنة بسوريا بدأت قوات أمريكية وتركية اليوم بتسير دوريات مشتركة في تلك المنطقة المنطقة الأمنة أتت بعد مفاوضات وصفت بأشاقة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية عبر أمريكا أسهمت بوقف هجوم تركي كان مقررا على شمال شرق سوريا كذلك لعب المندوب الأمريكي جيمس جيفري وكذلك مساعده ويليام ريبوك دورا محوريا من أجل إرساء التفاهم حول المنطقة الأمنة في 24 أغسطس الماضي بدأت قوات سوريا الديمقراطية بسحب قوتها تنفيذا لبنود الاتفاق والآن فيما يخص نقاط الاتفاق نذكر منها إنشاء منطقة آمنة بعمق 5 كيلومترات وكذلك نزع الأسلحة الثقيلة بعمق 9 كيلومترات تصبح المنطقة موضوع الاتفاق بعمق 14 كيلومتر إضافة إلى تسير دوريات تركية أمريكية مشتركة في المنطقة الآمنة وأيضا إبقاء مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب قوات أمريكية في تلك المنطقة أيضا انسحاب مقاتلي قوات الحماية الشعبية الكردية من المنطقة الآمنة هذه الآلية الأمنية ستتضمن تسير دوريات مشتركة بين القوات التركية والتحالف الدولي أو الجيش الأمريكي في المنطقة المحازية للحدود السورية التركية بعمق يتروح بين 5 إلى 14 كيلومتر حسب طبيعة المنطقة الجغرافية هذه دوريات مؤقتة بمعنى أنها ستدخل من تركيا وتسير داخل المنطقة المحددة وستعود أدراجها لتمركز داخل الجغرافية التركية أي لن يكون هناك نقاط تمركز للجيش التركي داخل الجغرافية السورية اشتركوا في القناة